شهدت شهد ملعب برج العرب بمقاطعة الكسر تتويج نادي الصوفي لأبطال تيكواندو بكأس نهائيات الموسم الرياضي 2015-2016 لهذه اللعباة القتالية الأولمبية التي بدأت مساحة جمهورها تتسع في بلادنا كأس البطولة سلمة من طرف عمدة الكسر الدكتور محمد السالك العمار لقائد فريق أبطال تيكواندو إضافة لتسليم ميداليات ذهبية لبعض اللاعبين المتميزين من النايد الفاس أوروض وحركات نيقائية ضمن اختتام الموسم الرياضي 2016-2016 الخاص بأنشطة الاتحادية الموليتانية لرياضة تيكواندو وذلك ضمن نهايات البطولة الوطنية لهذه الرياضة القتالية الأولمبية أوروض شاملة التغنيات الفنية والأساليب التكتيكية لهذه الرياضة الشاملة والأنيقة خاصة في فن البمسة أو فن المسالك وفن الدفاع والهجوم السامبون كورجي والهامبون كورجي إضافة إلى فن المباراة وتكسير كوك با أوروض وحركات استراضية قدمتها أندية هذه الاتحادية المتواجدة على مستوى مقاطعة ولايات واشط الثلاث إضافة إلى بعض المدن الداخلية هذا النوع من الأنشطة ذهو يثمن ليس فقط الجانب الذي يتعلق بالرياضة ويتعلق بتزكيت النفس والرياضة البدنية التي هي منتهى الأهمية في تكوين الجسمي والذهني للشخص بل أيضا نثمنهم لهذا المجهود الذي أيضا عنده بعده التربوي الثقافي بعده التربوي من خلال تركيزه على النشأ وتركيزه على الشباب والأشبال الذي نعتبره هذه حاضنة تربوية مهمة لهم في تكوينهم وفي النائبهم عن المسلكيات الغير حميدة الذي عدم تواجد هذا النوع من الأنشطة ربما يعدل الشباب ويعدل الأشبال يجنح لها البلدية بلدية الكسار تتبنى هذا النوع من الأنشطة وتشكر القائمين عليه وتأكد لهم أنه إن شاء الله تعالى الدور تعود عون لهم رئيس الاتحادية الموريتانية للتيكويندو أكد أن الموسم المقضي تميز بتنظيم العديد من الأنشطة وتراهورات الرياضية الهامة بالنسبة لاتحادية الموريتانية للتيكويندو هذه إن شاء الله ما هي أول مرة ولا هي آخر مرة إن شاء الله دائما إن شاء الله في التطوير هذه الرياضة بالنسبة للكبار والسقار بإليه أن الرياضة ليس لأنها بطولة هكذا لأنها هي طربية واختياب والتكوين لهذه الشباب ونحن إن شاء الله تحت بالنسبة لما دام على الاتحادية إن شاء الله هم دورنا نوصلوا في ذلك اللي قد نستطعوا عليه إن شاء الله ومن هذا المنبر نشكر القائمين على هذه الرياضة بصيفة عامة بالمدربين والنوادي وأعباء التلاميذ اللي 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 يساهمونا بمواكبهم دائما نجيبونا عطفالهم هذا الشيء يخلينا أننا قد نشتغل أكثر ارتياحيا المتداخلون بدورهم أجمعوا على أهمية الجهود التي تقوم بها اتحادية الوباء في سبيل تعزيز حضورها على الصعيدين المحلي والدولي إن شاء الله هذا العام الجديد سنة 2017 لا يكون حافل إن شاء الله معدلين فيه إن شاء الله دورات تكوينية في خارج إن شاء الله موريتان تقدم التهنيئة والشكر لتحادية الموريتانية لتكويندو على تنظيم هذه البطولة الوطنية التي تمنى من الله العلي العظيم لها التوفيق والنجاح نتمنى أن تكون هذه المسابقة أرض المسابقات ختم نهايات البطولة الوطنية لرياضة تكويندو تنيز بتقديم عدد معتبر من الميداليات والمعادن الصفراء إضافة إلى تقديم كوس لفرق الفائزة بالمراكز لها في المنافسات المختلفة التي طبعت هذه النهايات وهيها النهايات التي استمرت مدة ثلاثة أيام